اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد فيديو مطلوب ومرحبا بكم على قناتي كويزين اولفا ولمازال ما اشترك الشي اشترك بالضغط على سر سابوني وما ينساش زر الجرس اللي هو بشي خليه يتوصل بجديد متاع القناة وكل ما نهبط فيديو يعني يوصلكم اه نوتيفكاشن اللي نهبط فيديو والفيديو هذيا متاع الشاباتي اللي ريتوه في تصويره اول ما بدأ الفيديو اه شاباتي مطلوب قالوا لي حبوا يعاودوا الفيديو خدت الفيديو لاخر يسر سريع اظهر لهم اه الفيديو هذيا جوست الوصفة معا واتهيش على خطة دجا محطوطة وكل نجم نعاود هي لكم في ساع عملت بقسط بحكة الطماطم بورطل اه كيلتين سميد وكيلة فارينة سميد ارطب وكيلة فارينة ومغرفة كبيرة واقلة باكو ساشي خميرة خبز خميرة فورية وثلاثة مغرفة زيت ومغرفة صغيرة ملح ومغرفة كبيرة سكر وما دفي العجل نعجنوها المهم باش نتحصل نعجنوها مليح مليح مدد درجين اكيكا نقعدو نعجنو فيها حتى نتحصلو على اه عجلنا متماسكة اللي هي مرخوفة ولهي مكبوسة باشا وخليوها تخمر مدد تساعة ساعة غرباها اكيكا وبعد كي ما ترام هوني هبطتها وشكلتها وقصيتها ستة اقراس تقريبا اه وخليتهم باش يخمروا على الاشيرة حتيك شي لنا نلفهم بالزيت بتبيعة باش نندها نبلون البلاسة هذيكا بالزيت وهذا يسر متاع البات متاع الشاباتي راه ولا يتعمل لا بالفرينة ولا يقعدها كي كسيك ولا يتعمل بالسميت راهو حتى التكستور تتبدل جربت مرة عملتو بالسميت حسيلو ولا جاكي كل الكسرة نحنا نقولو يبسو ملموم في بعضو ما خيبو حسيلو السر متاعو حسب ما شفت كيفاشي خدمو فيه وكل اللي هو الزيت نلفوه في الزيت ونخليوه يرتاح دجا هو خمر اوش نخليوه يرتاح شوية اقراسها كيكا وما بعد اه نفطروه معنا نعملوه كيل الخبز ننزل عليه بيدنا ونحطوه يتيب هاكمو معايا وشوفو كيفاش عملنا ده هنا في الاثناء خليتهم يرتاحوا في الزيت متاعهم لغطيتهم لحتى الشاي او كالزيت دجا يحميهم من من الحرارة الغرفة هوني عملت ربطة مع الدوس وماذا بيكم تعملوا اكثر خاطر اينا متوفر عندي اللحظة ذي ككين شوية وبصلة كبيرة قصيتها مربعات مكعبات صغيرة والبنة بتاع الامليت اللي هنا هي المعدنوس الحقيقة يعني ولبصلة عنده دورو هاي بي الواصفة خليتها زيدا من عند اللي يخدموا في الشاباتي اللي نحن نعرفوه لا تقولوا لي شاباتي المهدية ولا شاباتي ما نعرفوش نوع هايذا الشاباتي اللي انا نعرفوه ونحبوه واللي مستنسين بيه الحق معناها الفميه بتاعنا ونحن وجيرينه والبلاصم بتاعنا الكل هوني حطينا زيت ايضا للools الضون قنات راوي الا 100 انا انا الضون اعرفت زيت عادي يعني واللي عنده زيت الطن يحط زيت برك خاطر فيه ما تن مصبر في المية وطن مصبر في الزيت اه وتنون نكهة اينا حشتي بنكهة متاع التون وما غير ما غير مديد ما انا عندك زيت مغير متزيل هوني عملتى سبعة كعبات اعدام كل واحده هاي يحبت بيعون ستا سبعة انا هوني متاع هذه وصفة متاع ستة كعبات معاني ستة كعبات شاباتي بشي جي synGod معنا يجيبو ستا كعبة امليت قد قد معناها مليانين ما يجيوش لا ناقسين ولا خشين برشا زايدين وبطبيعة ضوق كل واحد يش يحب هوني زيت مغرفتين صغار هريسة بتاعنا هريسة لحكوك حريسة تونسية هوني انا حلوة لهريسة لك عليش بش نزيد مغرفة اخرى والهريسة زيتها السر متاع البنى متاع الامليت وفمشكون فمشكون ميحبوش لهريسة مغير ما تحط جملة وكانها ميهج حارة وكل ماذا بيكبش هيك تنكه شوية وكل كيما نقول لكم انا نعطيكم الباز والباقي يرغلكم ليكم انتمات اش تحب تزيدو واش تحب تنقصو الهني شو نقول لكم على الروسيت متاع شاباتي اذي بصراحة لافاموز لافاموز روسيت اللي بالحق على اصولها ونقدما نعملها هذي كهي نقعة ديما نعمل فيها عمري ما بدلت هذيك الوصفة اللي دجا يحبوها الناس الكلو اللي يعرفوني يعرفوا وصفتي متاع الشاباتي هذي بدجا فمشكون جاربوها على الفيديو القديمة ذاكا طو نحط لكم اليام بتاعو في صندوق الوصف من لطا وهوني طيبت الامليت متاعي نحمي القليت متاعي ونحط النكيتها زيت وحكيت مغرفة زيتها كيكا ولا انا اللي يعرف القليت وتلصق يعني وكل وحتي تهوني الامليت متاعي وكرقيس باللوش هنا يجيو ستا كعبيتها كيكا بش تحسبو قد قد ونطيبوهم على نار متوسطة لعالية برشا بش ما تحرقوش يتفاحم ولا نار واتية برشا بش نقعدوش نستنيوه برشا وكمين ميتي بشي قد طري برشا كيجيوون قلبوها تبدأ تتفتت معانا وكهاء هذكم هما الامليت متاعنا ذيك الحشو متاع الشابات متاعنا وان شاء الله تكون عجبتكم وكل وان شاء الله بالحق تبقوا الوصفة كيما هي وهوني كيما قلت لكم زيدوا في المعدنوس راهو المعدنوس يبنن على الاخر انا هذي كمشكلتي دي ما مش متوفر عندي الخضر الورقية غير ربي سهل وكهاء هوني خليتهم خمروا في الاثناء انا كنت نحضر في الامليت رجعت لهم لهني وفطرتهم بدايتي وتجمو زيدوهم شوية زيد كيما تجمو تخليهم دجاههم ولا مش يلسقوا لحتى شاي ويخذوا كيفايتهم الزيد ونخليوهم يرتاحوا شوية لطوع كسخنا القليا بتاعنا تسخنوها بالقدي 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 معناه اما ما نخليوهوش يتيب على نار عالية برشة خطر يتفحها من بره ومن داخله قادم عجق وما نخليوش على نار واتي بش نقعد ونستنيو سنينة كيكا بش يتيب الخبز المهم نار متوسطة بهيسة ونقعد ونعسو عليه دي ما نقلبه وعليمين وعليسة نقعد طرميه من الأول وما تقعدش تخليه يتيب فرد جنب معناها التقعد خطر هو خشين وبش يتحرق فيه سعمل لطع وفقان يقعد نايو كل لحطوها على القليا كيما تراو نهزوه بيدينة عادي ونفرموه نحاولو نفرموه بيدينة خطر هي دجاه مرخوفة ترخفت العجينة بالتخمير بطبيعة نحاولو نفرموه بش نجيبوها مربع وكيما تراو نطيبوها على الوج وعلى القفة وتخرج لنا كعبة شاباتي بتاعنا خفيفة وطرية وتتمطط هكا سفن شوالا كيفيشة بالحق مش نرمال لتكستور ولا من المطعم وماذا بيكم تحطوا لفاح خطر انا ريتهم يحطوا لفاح قبال حتيت وما هذي نسيت مش متعمدة اما نسيت مش نحط لفاح اللي هو فاح الخبز حبت الحلاية وحبت البركة ولبس بيس وجلجلان هوني عملت الحشوة بتاعي عملت هريسة الهريسة ذيكا لحكوك بتاعنا وزدت مايوناز لهنا خليت شوية خاطر قلت بالكشي برشة من هي عملت حسيت روحي عملت برشة لكن من بعد خليت وكشترة ذيكا بتاع الهريسة زدت عليه مايوناز اخر وكملت الكعبات بتاعي اللي تبقاولي ونحلوا كعباتنا نحشيهم بالهريسة والمايونازة ذي يبونوا يقولوا لها السوس ساموراي ما نعرش اسكوه معناها هذيكا هي هريسة ومايوناز ولا فما زيادة اخرى فيها ولا هوت سوس معنا في كل الحالات الهوت سوس وكل حكايته ذوكم وشيلي سوس ودرشنا وذك الكل متاعنا نحنا هريسة انا هوني حاولت نقرب لماكسيموم يعني وكيما تراو يسر تريو محليه من داخل وكل ولهو معجن لحت شاي ما خليته يبرد رامش نقصوه اذا الخبز تقصوه هو سخون راه بش تتخلط عليه هو مزان معجن من داخل شوية ولا بش يتلم في بعضه حتى منظروا يخرجك البابة معاش تترابل قداء ماذا بكم تخليوه يبرد شوية وبعد تقصوه وهوني قديدت الحشوة بتاعي انه نموت على المايونازة شخشخته باللقاء المايوناز كيما هكيكا نحبوه انا مستنسى المايوناز نعمله في الضاء ما نعرفش علاش كي تبدلت علي المكونات كل ما نعمل المايوناز ما ينجحش معايا بعد اكتشفت اللي الزيت هو السبب الزيت هما هيحطوا خالي من الكوليستيرول ما نفهمتش علاش كيفاش الزيت خالي من الكوليستيرول لذي ما نفهمتش دوتت ليكا ما مشاش معايا خطر الزيت في 0% مواد دهنية ما مشاش معايا الحق المايوناز ان شاء الله كي نلقى هكا زيت يمشي معايا نعطيكم الوصفة بببط لكن قبل كنت نعملو دجا كنت تابعوني على فباش فيسبوك متاعي نعملو يجي بنين على الاخر ومزين على الاخر هوني المايوناز وفيتلي الحكة دابوزة وفيتلي قاعدا نهبط فيها بالسيف وكي ما قدوكم انا نموت على المايوناز في الشاباتي نحبو مشاخشخ على الاخر وهوني حتيت الجبن كمتا كي ما تراو راهو نورمال ما هو الوصفة الاصلية جبن يعملو راباء في وسط المؤملات وهوني باش ما نفوتكمش بالاحديث الماي متاع الطن الماي متاع الطن ولا زيت الطن خليت منو شوية باش نحطهم بعد في الاحراف متاع الشاباتي بتاعي يبلهم وزيد عطيهم نكهة الطن بنينة مش نرمال وكي ما قلتلكم الامليت تراهم يعملوها من داخل بالجبن الراباء انا ما عملتش جبن الراباء خطرا عندي هذيكا محبيتش نقصه قلت خلي نحطه فوق الامليت طول هكيكا حاسيلو جا تبنينا عالاخر ومزينا هاكم تراو باش تندقوا بطبيعت هات اشفيرة وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وكلو كان عندكم اسألة ولا حاجة ميسيش خليولي تعليقات ونفرح بتعليقاتكم اللي تشجعني عالاخر وسختوت سؤالاتكم علي بغيما يعطيكم الصحة وربي بيركلكم على الحق تشجيعاتكم هي اللي تخليني معناها نزيد نقدم ونزيد نعطي مع عندي ونعاود الوصفات اللي تحبوا نعاود وهي لكم وان شاء الله ما تنسيوش تنزلوا على الضغط على زر سابونيه اللي مزيل ما اشتركش في القناة وزر الجرس كيما قلت لكم وتعليقاتكم وكيف كيف احكيو على القناة مع احبابكم وصحابكم خليها تنتشر اكثر وتكبر بيكم اكثر وخلي بالحق نرفعوا عكا راية بلادنا في وسط اليوتيوب ونوليوا معروفين كيما اقول وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وفينا ما ان شاء الله وصفة جديدة بسلامة شكرا